في ذكرى المولد النبوي الشريف جئتكم بالشريعة السهلة السمحاء بعد عام على انتخابات بشق الأنفس حان وقت العمل الآن التداعيات الخطيرة لفشل تجديد الهدنة في اليمن على العراق ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمن تذكري جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى عن مقلتي بدمي هذه قصيدة للبوصيري أنصحكم بقراءتها في ذكرى المولد النبوي الشريف صلى الله عليك يا رسول الله أبارك لكم هذه الذكرى العطرة التي تترافق أيضا مع ذكرى ولادة الإمام جعفر الصادق تزامن ذكرى ولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع ذكرى ولادة الإمام الصادق لها دلالات كثيرة علينا أن نستفيد من هذه الدلالات خصوصا فيما يتعلق بالبقاء على نهج رسول الله وعلى نهجي الذي هو بالتأكيد نهج الأئمة عليهم السلام في الحديث الثقلين الذي تحدثت عنه بشكل عابر في الحلقة الماضية كتاب الله فيما يتعلق بإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وفي نهاية الحديث هذا الحديث الشريف إنه لن يفترق يعني كتاب الله وعترة الرسول لن يفترق حتى يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحوض فالكتاب معنا والإمامة معنا إلى يوم القيامة وبالمناسبة هذا الحديث وحده يكفي للاستدلال على وجود الإمام الغائب الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ليملأ الأرض قصطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا فمن هنا فإن هذا التزامن بين النبوة ولادة النبوة وولادة الإمامة لأن الإمام جعفر الصادق بما هو من مقام وبما كان عليه من مقام وبما يعني قام به من تربية لتلاميذ عديدين بعضهم انتخب لنفسه مدرسة خاصة به فنشأت بعد ذلك هناك ما سميت ببعض المدارس الفقهية أقول هذا التزامن يؤكد بما لا يقبل الشك أن الله سبحانه وتعالى يريدنا عندما نحتفل بذكر الميلاد الشريف للنبي وللإمام عليهم السلام صلى الله على محمد وعلى أهل بيته أن نتذكر دائما وأبدا أن هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومضى عليها أهل البيت عليهم السلام الذين أذهب الله عنهم الرجسة وطهرهم تطغيرا هو ما يجب أن نتمسك به طبعا دروس كثيرة يجب أن نستفيد منها لا أن نمر فقط مرور الكرام على هذه الذكرى العطرة نحيي فيها ما يمكن إحياؤه وخصوصا وكما قلت لكم في الحلقة السابقة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه هو أول من بدأ بالاحتفال بذكرى مولده الشريف عندما سئل عن صومه أو سبب صومه ليوم الاثنين فقال ذلك يوم أولدت فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء بشريعته التي هي من الله سبحانه وتعالى كان يؤكد باستمرار على الحديث التالي من خلال الممارسات العملية الميدانية يعني من خلال تقريره لبعض الأمور من خلال أحاديثه أيضا جئتكم بالشريعة السهلة السمحاء دائما كان يكرر على هذا الحديث بالسمرار نعم هناك أحاديث تقول أيضا أخوك دينك فحتط لدينك بحيث لا يتعارض الأمر ما بين أن تهتم بالدين وبالأصول وبأن هذا الدين هو سهل سمح ليس فيه شيء من العنة أو من الصعوبة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأن هذه الشريعة من هذا الباب يجب أن نحببها بهذه الطريقة إلى جيل الشباب إلى أبنائنا إلى بناتنا ليفهموا أن هذا الدين هو يسر وأن في حلال الله الذي هو حلال محمد إلى يوم القيامة الكثير من السعة فلماذا يلجأ الإنسان إلى الحرام؟ مثلا حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة لكن إن في الدين لسعة إن في هذا الدين لسعة فيه سعة كبيرة الحلال كبير وكثير يقول الله سبحانه وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار هذا الحديث أنا اخترته لكم هذا اليوم ليكون في مقابل حديث يلسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفاده أو مضمونه جئتكم بالذبح طبعا بعض الذين يعتبرون هذا الحديث صحيحا والكثير لا يعتبره كذلك يؤوله بطرق مختلفة يؤوله بأسباب كثيرة لكن بشكل عام جئتكم بالشريعة السهلة السمحاء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين التأكيد على هذا المنهج الرحمني يتعرض تماما مع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يهدد قومه بالذبح مثلا أو يهدد الذين تآمروا عليه بالذبح من هنا أنا دائما أدعو الكثير من الآن الكتاب وجدت في مصر بصراحة وجدت في مصر بشكل خاص هناك الكثير من الدعوات لتشذيب وتهذيب السنة النبوية المطغرة مما لحق بها من أحاديث حتى ربما بعض الأحاديث تجد أو هكذا يجد فيها الباحث أن سندها صحيح لكن هذا الحديث يتعارض مع القرآن الكريم ونحن علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام أنه أعرض الحديث على كتاب الله فما وافقه فخذوه وما يتعارض معه أو لم يوافقه فاضربوا به عرض الجدار تشذيب وتهذيب التراث من أحاديث كثيرة أقول حتى وإن كانت صحيحة السند في ظاهرها لكن يمكن أن يأتي هنا التزوير أنه تؤتى أحاديث جاهزة توضع في سند جاهز فسند جاهز صحيح يعني نشوف السند الرجال لا يمكن الشك في عدالتهم في موضوع علم الرجال لكن هذا الحديث ينطوي على مخاطر كثيرة كما حديث جئتكم بالذبح وغيرها من القضايا المتعلقة مثلا بغزوة بني قريضة وغيرها من التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جزافا وتظهر هذا الدين وكأنه دين دموي وأن رسول الله صلى الله عليه وآله جزار وأن جبرائيل أيضا جزار وأن الله فقط ينتقم من عباده ولا يوجد هناك تناسب أبدا ما بين الرحمانية وما بين طريقة العذاب أو الانتقام الذي يتوعد الله به الكافرين نعم إن الله غفور رحيم لكن الله شديد العقاب لكن رحمة كتب هو الله يقول في كتابه كتب يعني أوجب خلاص كتب على نفسه الرحمة ومن كتب على نفسه الرحمة بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالشريعة السهلة السمحاء هكذا يجب أن نتعامل مع أخواننا المسلمين بالشريعة السهلة السمحاء ومع أخواننا في العراق وفي غير العراق مو عندما نختلف نتبادل القصف والقتل مو عندما نختلف نتبادل الاتهامات ونكفر بعضنا بعضا مو عندما نختلف واختلاف أمة رحمة نخرج الذي نختلف معه من الدين وننصب أنفسنا قضاة وحكام وندخل هذا الجنة وهذا النار ونحن نحتاج دائما إلى أن نتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا بالشريعة السهلة السمحاء أبارك لكم المولدة النبوية الشريف مرة أخرى وأبارك لكم ذكرى ميلاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام ابقوا معنا بعد عام على انتخابات بشق الأنفس حان وقت العمل هذا العنوان اقتبسته من بيان صادر عن مكتب البعثة الأممية في العراق في الحقيقة البعثة الأممية الأممية في العراق وجهت رسالة في ذكرى الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر تشرين الأول 2021 فيها الكثير من النقاط لاحظت أن الإطار التنسيقي رحب ببعض النقاط فيها خصوصا فيما يتعلق بتشكيل حكومة تقول يجب على جميع الجهات الفاعلة الدخول في حوار دون شروط مسبقة من خلال التسوية يجب أن يتفقوا بشكل جماحي على النتائج الرئيسية التي تعيد التأكيد على هدفهم المعلن وهو خدمة احتياجات الشعب العراقي وإنشاء حكومة ذات صلاحيات كاملة إنشاء حكومة ذات صلاحيات كاملة وفعالة نقطة لقد حان وقت العمل كلام جيد لكن السؤال يعني لماذا هذه الإطالة لماذا الاستمرار في هذه الإطالة حتى صرنا نحتفل بالذكرى السنوية الأولى للانتخابات التي جرت العام الماضي لماذا عام مضى من عمر العراق وشهد فيه الكثير من عمليات العنف والاحتجاجات التي أودت إلى العنف لاحظنا ما حصل في فتنة الخضراء دماء سالت ناس أبرياء قتلوا هناك تهديد شبه يومي تقريبا لأمن المواطنين وحياتهم خصوصا في الجنوب حصلت هناك حرائق هنا وهناك حياة المواطن يعني تكاد أن تصبح في مهب الريح لماذا كل ذلك يعني لماذا نحن الآن وصلنا إلى ما يمكن تسميته بالجمود السياسي أو الانسداد السياسي لماذا لماذا وصلنا إلى مرحلة بدأت الأمم المتحدة تحثوا على الحوار لإنهاء هذا الجمود يعني شنو المشكلة ليش إحنا ما نقدر حسنا هذا أسبوع الوحدة أسبوع الوحدة ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم أما أنا الأوان لكي نعتصم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نحشي للآخرين لكننا لا نطبقه مع أنفسنا ومع أهلنا وفي حلقاتنا الضيقة يعني نجي مثلا نحث الشيعة في أفغانستان على أن يوحدوا صفوفهم في مواجهة الطالبان والأرهاب الداعشي والجرائم التي ترتكب هناك في أفغانستان وإحنا البيت الشيعي مفكك ندعو مثلا إلى الوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة ونحن في داخل البيت الشيعي مفككون منقسمون ومع كل الأسف يعني نضطر إلى تكرار مثل هذه المصطلحات سنة الشيعة مو من باب الإيمان بالمذهبية الضيقة لأن الله سبحانه وتعالى أرسل لنا هذا الدين واسع للعالمين مو فقط للمسلمين ليس فقط للسنة وليس فقط للشيعة وكما قلت لكم في المحور الأول وما أرسلناك لرسول الله محمد إلا رحمة للعالمين كما قال رسول الله كما قال الإمام علي أيضا عليه السلام والكارثة الإمام علي يقول إما أخل لك في الدين ونظير لك في الخلق ونحن لا نتعامل بهذا المنطق ونؤخر تشكيل الحكومة ليش؟ لماذا؟ يعني هل من المعقول أن الأمم المتحدة تذكرونها بذكرى الذكرى السنوية الأولى للانتخابات؟ ليش صارت الانتخابات؟ لماذا دعت المرجعية العليا إلى انتخابات مبكرة؟ ليش؟ غير لأنه حتى لا تتكرر مثل هذه المظاهرات والاحتجاجات التي تفضي وأفضت فيما مضى من الوقت إلى انسداد سياسي إلى إيجاد مشاكل أنا أتذكر جيداً بيان المرجعية وراجعوه وأتذكر جيداً كيف حرفت المرجعية بيان المرجع الأعلى الأمم المتحدة عفواً كيف حرفت الأمم المتحدة مبعوثة الأمم المتحدة السيدة بلاس خارت كطاب وبيان وتوصيات المرجع الأعلى تذكرون جيداً عندما ذهبت السيدة بلاس خارت لزيارة السيد علي السستاني حفظه الله المرجع الأعلى أدام الله في عزه أدام الله ظله الوارف فقال أنه من غير المعقول أن يبقى المحتجون في الشوارع وتسائل يعني إلى ما هو السقف الذي يبقى في هؤلاء في الشارع يجب أن تجرى انتخابات مبكرة لكي يذهب هؤلاء إلى بيوتهم طلعت بلاس خارت وحرفت الكلام قالت المرجع الأعلى يدعو إلى بقاء المحتجين في الشوارع حتى تتحقق مطالبهم فدعا سماحته ودعت القوى السياسية المخلصة أيضاً أيدت ذلك إلى انتخابات مبكرة حتى يخرج العراق من هذه الأزمة اللي يقولون عليها سموها بمظاهرات تشرين نعم مظاهرات يحق للعراقيين وفق البستور أن يتظاهروا لكن لا أن يكون التظاهر وسيلة من وسائل الإنقضاء على العملية السياسية برمتها وعلى الأمن الاجتماعي والمجتمعي والسلم الأهلي وبعد ذلك تجرى انتخابات بآلية مشوهة تنتج استقطابات اثنينية وانقسامات داخل المكون الشيعي تحديداً أوجدوا لنا ما يمكن تسميته بالضد النوعي يعني أما أنا الأوان بذوي العقول الراجحة وبمن يعتبرون أنفسهم قيمين على الشعب العراقي انتخبوا ويجب عليهم أن خلاص أن يعمدوا إلى تشكيل حكومة وهذه الحكومة كاملة الصلاحيات وهذه الحكومة كاملة الصلاحيات تقدم الخدمات للمواطنين وتخرجهم من هذا المأزق السياسي الموجود هل نبقى فقط في دائرة والله نتبادل البيانات وفلان التنظيم الفلاني الحزب الفلاني الشخصية الفلانية أصدرت بيان في هذه الذكرى ذكرى مرور عام على الانتخابات دعت القوى السياسية إلى الحوار وإلى التخلي عن مصالحها الشخصية والسياسية والمكاسب الحزبية لهذا الحزب وذلك التيار وذلك الجماعة هذا لا يكفي يحتاج الأمر إلى قرار سريع التأخر في تشكيل حكومة يعني السماح لما يمكن تسميتها بالذئاب المنفلتة لتنطلق وتنفذ جرائم بحق العراقيين ولا أحد يتبنى المسؤولية في ذلك وكل واحد يذهب برأس الثاني وتبقى هذه دائرة الشك نعيش فيها مثل ما حصل في مظاهرات تشرين وما تبعها عمليات اختيال، قتل للمتظاهرين، قتل لأفراد من القوات الأمنية، ولا يجري اعتقال الفاعلين، ويظلون يسربون معلومات مشوهة تشيع الفرقة والاختلاف داخل المكون الواحد، المجتمع الواحد، بل وداخل القوات بين القوات الأمنية. نفسها، من يتهموا لك الحجن الشعبي، ويتهموا لك فصائل من المقاومة، في جرائم بعديا ثابوتة أن هناك أطرافا تنفذها للايقاع بين العراقيين أنفسهم، ان تشكل الحكومة اغلق الباب أمام الذئاب المنفلتة، هذه الذئاب التي تعبث بأمن العراق، عندك مشكلة كبيرة الآن، إذا لم تشكل حكومة كاملة الصلاحيات حتى تفرض الأمن، بعدين أترك الباب مفتوح للحوار، وتحاوروا، هسا هي مو كانت أكو بعض الحكومات السابقة لم يتفقوا مثلاً على سبيل المثال على توزير الحقيبة الفلانية، وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع مثلاً، بعض الوزارات، بس الحكومة شكلت، وتولى رئيس الوزراء بالوكالة مثلاً، مثل هذه الوزارات إلى أن بعدياً يجعوا حلوها مع الأطراف الأخرى في العملية السياسية، لا يمكن أن يحصل ذلك، لازم تحددون وقت سقف معين لتشكيل الحكومة، حكومة الخدمات، حكومة أحفظ الأمن، أمن المواطن، وتوقف هذا الفساد الذي يجري على قدم وساق في مؤسسات الدولة، وتعيد للمواطن كرامته وعزته، على الأقل يثق بأن أكو دولة، لازم يثق المواطن بوجود دولة، أما نحن نبقى هكذا، والأمم المتحدة تقول أنت لجب أن تشك في نوايا الأمم المتحدة، وخصوصاً مكتبها هذا المكتب، مكتب السيدة بلاس خارت في العراق، لازم تشك، من تذكر الماضي، وتذكر بعض الممارسات السابقة، وأصلاً وتذكر دور الأمم المتحدة في العالم، ما سوّت في العالم، أي فلسطين قبارك، سوّت الأمم المتحدة، إذا مو أحنا نعلم شاكلنا بـ E-DNA، فبالتأكيد ذلك الوقت نعطي مثل هذه الذريعة لبلاس خارت في إحاطتها، من قالت الزعماء السياسيين غير قادرين على إنهاء هذه الأزمة السياسية، يعني شنو؟ يعني تحضروا للوصاية، ابقوا معنا، التداعيات الخطيرة لفشل تجديد الهدنة في اليمن على العراق، وهذا أمر لا بد من الانتباه له كثيراً، أنا قلت لا سابقاً في هذا البرنامج خارج الحدود، إن أزمات المنطقة مترابطة، وهذا الأمر جاءت شوفوا أنتم بعينكم، يعني حتى مثلاً مظاهرات تشرين، حتى تشرين هذه مظاهرات تشرين، اندلعت في العراق في نفس الوقت الذي اندلعت فيه في اليمن، في لبنان، يحصل هناك اضطراب أمني في العراق، تشوف اضطراب أمني في اليمن، وفي لبنان، تشوف الساحة السورية أيضاً مرتبكة، تشوف الحديث عن تفاهمات يصبحوا أمراً ملتبساً، كل ما تشوف أكو أزمة اندلعت في هذا المحيط، هذا المحيط اللي يحيطنا بالذات أحنا، هذه الأزمات الأقليمية، يعني الآن عندك أنت مثلاً اليمن، وهذه يجب أن دائماً تضعها بنصب العين، أخي وأختي، أحبائي، اليمن دائماً راقبوها، ليس فقط من باب أنه من بات ولم يهتم بأمور المسلمين، ليس منهم، وهذا طبعاً يحتم علينا، هذا الحديث كافي وحده، يكفي لأننا لازم نهتم بأمور اليمن، بس حتى يعني إذا مريت، نهتم بهذا الموضوع، موضوع اليمن بالنسبة أنه موضوع حيوي لأنه مرتبط بأمنينا، بقضيتنا، بساحتنا السياسية، وكذلك العال في سوريا، مثلاً كان البعض يعترض ليش؟ ذهب بعض الأخوة العراقيين للدفاع عن زينب في سوريا، هم مو بس لغبوا يدافعون عن الضريح أو عن المقام المقدس لزينب بن تعالين عليه السلام، لا لا، عليهم السلام، طبعاً هذا واحد من الأهداف، بس لأن الأرهاب، وشفتوا 2014 لأن الأرهاب، إذا نجح في سوريا، لازم يجي للعراق، ما بمجال للشك، ويجي. 2011 اندلعت ما سمي بالثورة السورية، فذهب بعض الشباب للقتال هناك، فأترض عليهم البعض، واتهموهم بأنه، وماركوا داعي نتدخل، وأنتوا جاي، يتعرضون أمن البلاد للخطر، نفس الشي حزب الله لبنان عندما ذهب وتدخل وساعد سوريا في الدفاع ضد الأرهاب، بعض اللبنانيين قال نفس الشيام، قالوا أنت جاي تورطنا، وانت بعدين ورا فترك تشفوا، لا يا بي، خب تذكرون، كانت هناك عمليات إرهابية، تفجيرات، على قدم وساكل نفذها الإرهابيون في لبنان، من وين كانت تجي؟ من سوريا، بعدين عزب الله قطع الطريق عليهم، كذلك في العراق، أصلا هي داعش إجتنا من سوريا، نعم، اترك الحاضمة، اترك المتطوعون، وكذا وهذا بحث آخر، بس هو الدولة التي سميت بدولة الدولة الإسلامية في العراق والشام، انطلقت من سوريا، وجهوا غزو، صار غزو، غزو إلى الموصل، وسووا دولتهم الخرافية الأرهابية، وبفضل الله سبحانه وتعالى، وفتوى المرجعية، وبحماسة الشعب العراقي الذي أسس الحجر الشعبي، وطبعا بجهود باقي القوات الأمنية، كلها بلا استثناء، سقطت هذه الدولة، لكن بقيت داعش، فأنت الآن هذه الأزمة في اليمن، إذا استمر عدم تجديد الهدنة وتمديدها، تعرفون هناك هدنة، فبأبريل، بثين أبريل، تم الاتفاق بشأنها، ثين أربعة إلى ثين ستة، هذا واحدة، بعدين، سووها الأثماني، مددوها، صارت ثلثين أثمانية، بعدين، مددوها التمديد الثالثة بثين عشرة، الآن من يوم الثين عشرة إلى اليوم، ماكوش اسمه هدنة، يعني وقف أطلاق النار انتهى في اليمن، خطر عودة اليمن إلى دائرة الفوضى، يتزامن مع مرور العراق الآن بمرحلة من عدم الاستقرار مع هذا التلكأ في تشكيل الحكومة، وما ذكرته لكم في المحور السابق، بشأن هذه الذئاب المنفلتة، هؤلاء الأفراد الذين ينتبون لهذه الجهة أو تلك، وطبعا هذا أيضا يشجع أيضا إلى عودة التنظيم الإرهابي داعش في بعض الأماكن الرخوة، ويجعل أمن العراق في مهب الريح، ليش؟ لأن هذه الأزمات مترابطة، إن الفشل في إنقاذ الهدنة في اليمن، سيزيد المشهد تعقيدا، برمته في الشرق الأوسط، هذه قراءة يتفق عليها الجميع، حتى الأمريكان، سنجأ أخوائكم وجهة نظر غربية، إن الفشل في إنقاذ الهدنة، طبعا واللي يروجون لهذه وجهة النظر، حتى من بعض اليمنيين اللي يشتغلون مع السعودية، ومع الدول الأخرى التي سميت بدول العدوان، إن الفشل في إنقاذ الهدنة في اليمن، سيزيد من تعقيد المشهد برمته في الشرق الأوسط، نحن وياهم خون، وسيحول البلاد إلى موقع حرب بالوكالة، إلى حرب شرسة بالوكالة، بسبب الوضع الأقليم الصعب، وتأثيرات السياسة العالمية على هذه المنطقة، فمن هذا الباب يجب أن يركز أي نهج لإيجاد حلول للأزمة في اليمن، على الأزمات الأخرى الموجودة في المنطقة، لأن مسارات المصالحة متشابكة، تبدأ هذه المسارات حتى من إيران، مروراً بالاتفاق النووي، وطبعاً مروراً باليمن ولبنان وسوريا، ولاحظتم في الفترة الأخيرة سوريا، كيف أن الرئيس التركي أردوغان الآن غير موقفه 180 درجة، مهدلة بهذا التغيير، مرة عن طريق وزير خارجية يلتقي بوزير خارجية سوريا، قبلها بدأوا بالتعاون الاستخباري، يمكنوا تشوفون وتسمعون بإدلب، إدلب هي ترى تحت السيطرة التركية، صراحة لكم، فيها منظمات إرهابية كثيرة، كلها خاضعة للقوات التركية، وللقيادة التركية، وإدلب بين فترة وأخرى تشهد حرباً ضروساً، بين الأرهابيين الأفسهم، وتشوف بين فترة وأفترة اغتيالات، اغتيالات، تطالوا قادة المنظمات الأرهابية في إدلب، لأن هؤلاء كانوا يعتقدون بعضهم هكذا، وبعدين تعودوا وصاروا تجار حروب، كانوا يعتقدون أنهم يحاربون الدولة السورية منطلق عقائدي، يقولون عليها الدولة السورية العلوية، وهذه الدولة العلوية منحرفة، وحتى يعني السلاكة موت، توفق بالأيام، القرضاوي، القرضاوي كان يفتي علناً بأن بشار الأسد كافر، وكما أفتى بأن القذافي كافر، وخرج عن الدين، ويبيح قتله، وهذول يعتقدون يقول لك أنت بعدين تجي وتقول، يجي أردوغان يقول أنا ليس عندي مانع أن ألتقي بالرئيس السوري بشار الأسد، عندما تحينوا الفرصة، وخلاص، نصحوا المعارضة السورية، بأن يشوفوهم طريق، يشوفوهم صرفة مع الدولة، ويرتبون علاقاتهم، الكثير من هؤلاء جاءوا إلى سوريا، مو سوريين، جاءوا من بره، ومعايا، ما تقدر تسميهم معارضة سورية، هذا شي سوي، هذا يتم تتم تصفيته، حتى لا يشك الخطر على الدولة التركية، فالدولة التركية على طريق أجهزتها، وعملها تقوم بتصفيت مثل هؤلاء، عموماً إن ما يجري في اليمن يؤثر علينا، فيجب أن يركز أي نهج تصالحي محتمل على إطلاق مسارات مصالحة سياسية موازية، على طول الطريق من إيران إلى جوارها، ومن العراق إلى لبنان، ومن سوريا إلى اليمن، بالنظر إلى جميع العوامل الملزمة والتحديات المشتركة المترابطة، فإذا نحن نستطيع أن نستاهم في حل الأزمة اليمنية، أو نخفف من حدة الصراع، ونفس الشيء، نستطيع أن نعجل بتشكيل الحكومة في لبنان، إحنا إحنا في العراق، شلون؟ عندما نستعجل بتشكيل الحكومة، ونحل مشكلتنا السياسية، أو نكون على الأقل نضع الأزمة السياسية على الطريق، يعني هذه بداية جيدة لكي يتصالح الآخرون، والعكس صحيح، في أمان الله، وأمان الله